بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني سوف أقدم لكم هذا النموذج من مسابقة الأساتذة في الرياضيات رقم 2 إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن لننطلق إذن قال نعتبر الدلة Fα المعرفة على RB Fα لX2C2X-2α في CX زائد ثلاثة قال وليكن CFα تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجنس OIG قال حيث α وسيط حقيقي السؤال الأول قال نناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي α عدد القيم الحدية للدلة Fα إذن نكتب هكذا راحظوا جيدا إذن نكتب عدد القيم الحدية لF لألفا حسب قيم ألفا أولا ما هي القيم الحدية لاحظوا إلى هذا المبرهنة قال مبرهنة F دلة معرفة وقابل الاشتقاق على مجال مفتوح E من R نحن عندنا الدلة معرفة على R قال وX0 عدد حقيقي من هذا المجال E لاحظوا ماذا تقول المبرهنة قال إذن عدمت الدلة المشتقة اللي هي F فتحة عند ماذا عند X0 مغيلة إشارتها فإن F لX0 قيمة حدية محلية للدلة F إذن لاحظتم إذن نقول هنا نقول الدلة F ألفا كيف هي قابلة للاشتقاق على المجال من ناقص مالا نهاية إلى الزائد مالا نهاية هذا الأمر الأول ودالتها المشتقة هي هي ماذا هي F ألفا فتحة لX الآن نقوم بحسابها اللي هي F ألفا فتحة لX تساوي كم؟ إذن نقوم باشتقاق هذه العبار لاحظوا ما إذن فتصبح لنا الدلة المشتقة إذن لما نقوم باشتقاق أسية 2X أكيد تصبح لنا هي 2 في أسية 2X ومشتقة ناقص 2 ألفا في أسية X أما هذا الثابت فيذهب إلى الصفر الآن بعدما وجدنا هذه يمكن أن نجري عليها تغيير ودائما قلنا تقبل إذن عدمة مغيرة إشارتها إذن فتصبح لنا هنا F ألفا فتحة لمن لX تساوي نستخرج 2 في أسية X كعمل مشترك تبقى لنا ماذا؟ تبقى لنا أسية X ناقص ماذا؟ ناقص ألفا الآن هنا نناقش عندنا قال ماذا؟ لاحظوا إذن عدمة المشتقة أفتها هذا هو الأمر الأول مغيرة إشارتها يعني إن عدم وحده لا يكفي بل كذلك تغير إشارتها لاحظوا جيدا إذن نقول ندرس إشارة من؟ F ألفا فتحة لX على R هنا حسب قيم الوسيط هذا ألفا لاحظوا وانتبهوا معي إذن إذا جئنا إلى هذه عندنا أولا 2 في أسية X عفوا 2 في أسية X مهما كان هي قيمة مجابة حتى ولو كان عندكم هنا ناقص فهي قيمة مجابة لأن الأسية مجابة نضربها في عد مجاب تبقى مجابة إذن فإنها ماذا؟ فإن إشارة F ألفا فتحة لX من إشارة من؟ من إشارة أسية X ناقص ألفا الآن هذا الآن نتابع جيدا وركزوا معي أرجوكم نقطة نقطة حتى تفهموا عندنا نقول إذا كان واحد أو ألف إذا كان ماذا؟ إذا كان ألفا قيمة كيف هي؟ قيمة سالبة تماما فإن ماذا هذه القيمة؟ انظروا جيدا لهي أسية ماذا؟ أسية X ناقص ألفا كيف تصبح قيمة مجابة تماما؟ يقول أحدكم لكن لماذا؟ ركزوا أرجوكم لو فرضناها أنها تساوي لنا أسية X تساوي لنا ألفا لأن هذا إذا نقلنا من هنا يصبح لنا ألفا تخيلوا الأسية كيف هي في الرياضيات؟ هي مجابة وهذا قلنا عليه في الحالة الأولى كيف هو؟ سالب هل ممكن أن السالب يساوي المجاب؟ لا إذن تخيلوا هذا هذا سالب وننقله إلى هنا كيف يصبح يصبح لنا مجاب ركزوا أعيد هذا سالب أضربوه في ناقص هذا إذن السالب في الموجب موجب زائد الموجب إذن مستحيل يكون هذا القيمة تكون تنعدين إذن نقول فإن ماذا؟ فإن F ألفا فتحة لX تكون قيمة مجابة أماما هل تنعدين في هذه الحالة؟ لا تنعدين نقول فإن لا يوجد ماذا؟ قيم حدية للدالة F ألفا إذا كان ماذا؟ إذا كان ألفا قيمة سالبة تماما أعيد حتى تفهموا أرجوكم لأن هنا سوف نقوم بالتقسيم لأنه قال ناقش الحالة الأولى إذا كان ألفا سالب تخيلوا ضعوا هنا عدد سالب أعطيكم مثلا ضعوا مثلا ناقص خمسة هاي ناقص خمسة في الناقص سبحانا زائد خمسة معانا سبحانا أسية X زائد خمسة هذه مستحيلة لدائما قيمة مجابة لماذا؟ لأن الأسية مجابة ونوضيف لها عدد هذا العدد المجاب إذن سبحانا قيمة مجابة تماما هل تنعدم هذه المشتقة؟ لا تنعدم إذن بما أن هذه المشتقة لا تنعدم أصلا فإن لا يوجد لها قيمة حدية في هذه الحالة نأتي الآن إلى الحالة التي بعدها الحالة التي بعدها إذا جئنا وقلنا أنه B أنه ألفا يساوي السفرة عوضوا الآن هنا بالسفرة فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا أسية ألفا ناقص صفرة التي تساوي أن أسية عفوا أسية إكس أعتذر على هذا الكلام أسية إكس ناقص صفرة التي تساوي أن أسية إكس وهي بطبعها قيمة مجابة إذن كذلك هنا لا يوجد قيم حدية لمن؟ لأف ألفا نأتي الآن إلى الحالة الأخيرة التي يمكن أن تكون تحتوي على القيم الحدية هي هذه جيم إذن التي هي إذا كان ألفا قيمة مجبا تماما فماذا؟ فتصبح لنا هكذا أسية إكس ناقص ألفا هذه لو نلاحظ جيدا ونبحث عن إشاراتها ركزوا هنا أرجوكم نقول هذه نبحث عن إشاراتها إذن نفرض أن ماذا؟ أن أسية إكس يساوي لنا أو أسية إكس ناقص ألفا يساوي السفر ننقل هذا إلى هنا سبعنا أسية إكس تساوي كم؟ تساوي لنا ألفا يعني هذا هو الآن إذا كان هذا مجب وهذا مجب هل تقبله الرياضية؟ نعم تقبل قيمة مجب من هنا وقيمة مجب من هنا إذن نأتي الآن لندخل اللغاريتم على كل طرف لأن الألفا كيف هو أقولنا عليه؟ مجب تماما والأسية مجب تماما سبعنا هكذا اللغاريتم أسية إكس تساوي لنا لغاريتم ألفا هذا ينزل إلى هنا سبعنا إكس في لغاريتم أ ماذا؟ الأسية تساوي لنا لغاريتم ألفا هذا أكيد معروف أنه يساوي الواحد إذن إكس يساوي لنا كم؟ لغاريتم ألفا هل الآن حكمنا على القيمة الحدية؟ لا قلنا أنها كذلك تنعدم وتغير إشارتها إذن فما علينا إلا أن نأتي الآن إلى إنجاز جدول بسيط لهذه العبارة حتى نتحصل على المطلوب لاحظوا جيدا معي هكذا وهكذا وهكذا ركزوا أرجوك إذن عندنا ها هو الشيء إذن قلنا نحن ما زلنا مع ألفا الآن قيمة مجاب تماما إذن عندنا هنا إكس من ناقص مالا نهاية إيلا الزائد مالا نهاية من هو الذي وجدناه؟ نحن ندرس في أسية إكس ناقص ألفا فوجدناها تنعدم عند لغاريتم ألفا إذن هنا هكذا وعندنا هنا أف ألفا فتحة لمن؟ لإكس إذن هنا كذلك يبقى هكذا ماذا تقول تعين إشارة من هذا النوع؟ هي إشارة هذا الذي يكون هنا قبل الأسية في الذي في الأس إذن هذا الزائد وهذا الزائد إذن هنا نفس إذن أصبح لنا هنا زائد وهنا ناقص نفسها هنا ناقص وهنا زائد لأن إشارة المشتقة قلنا إشارة المشتقة هذه أف ألفا فتحة لإكس هي مسؤول عليها هو أسية إكس ناقص ألفا لهذا هكذا الآن نقول ومنه بما أن ماذا؟ أف ألفا فتحة كيف فعلت؟ إن عدمت إن عدمت عند ماذا؟ عند لغة ألفا مغيرة ومغيرة إشارتها فإن ماذا؟ فإن أف ألفا للغة ألفا ماذا؟ للغة ألفا هذه هي القيمة الحدية لمن؟ لدال أف ألفا لاحظتم؟ لماذا؟ لأن سوف نتحدث عن التعريف هذا هو التعريف الذي تحدثنا عليه في بداية الفيديو قلت تقبل قيمة حدية إذا عدمت الدالة المشتقة أف فتحة عند إكس صفر هنا عدمت عند لغة ألفا مغيرة إشارتها فإن أف لغة ألفا هي قيمة حدية محلية للدالة أف ألفا إذن هنا مغيرة فهي قيمة حدية نضيف هنا كلمة محلية محلية لمن؟ لدالة أف ألفا أرجو قد فهمتم جيدا إذن تحدثنا سوف نلخص تحدثنا إذا قلنا من هو المسؤول؟ المسؤول هو السية إكس ناقس ألفا إذا كان الألفا سالب فأناه هذا مجب ونضرب هذا السالب ونضربه في ناقس بحلنا هذه القيمة كلية تصبح مجابة إذن بما أن القيمة مجابة في المشتقة لا تنعديم فلا يوجد قيم حدية عندنا كذلك إذا كان الألفا أخذ الحالة باء ألفا أخذ صفر كذلك تصبح أن أسية إكس أسية إكس مجابة تمام لا يوجد قيم حدية جيم والحالة الأخيرة إذا كان ألفا موجب فإن أسية إكس ناقس ألفا هذه تنعديم إذن بما أننا قلنا نفرضها أن تساوي صفر حتى ندرس إشارتها حتى تتفهم جيدا فرضتها فلم أجد تناقض لما فرضت أن تساوينا صفر وجدت أن إكس يساوينا كم لغريتم ألفا بعدها أنجزت جدول الإشارة فوجدت أنها ناقس ثم زائد مغيرة إشارة إذن أف ألفا فتحة إن عدمت عند لغريتم ألفا مغيرة إشارتها فإن أف ألفا للغريتم ألفا هي القيمة الحدية المحلية للدالة ألفا إذا كان عندنا ألفا إذن مع ألفا في هذه الحلقة قلنا موجب تماما أو ينتمي إلى أر نجمة زائد فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الجزء سوف نتطرق الآن إلى الجزء الآخر قال ثانيا نسمي أوميغا ألفا النقطة الحدية في حالة وجودها قال ألف عين بدلالة ألفا إحداثية أوميغا ألفا إذن نكتب هنا تعيين إحداثيات من أوميغا ألفا بدلالة ألفا نحن نقول لدينا أن الدالة أف ألفا ماذا تقبل قيمة حدية محلية عند ماذا عند لغريتم ألفا أي قيمتها ماذا هي أف ألفا في ألف ألفا معناه ما علينا إلا أن نأتي بعبارة الدل هذه ونعوذ ماذا ونعوذ في كل مكان من الإكس بلغريتم ألفا إذن هنا لغريتم ألفا وهنا لغريتم ألفا وهنا لغريتم ألفا ونبحث عن إحداثيات هذه الأوميغا ألفا لأن أوميغا ألفا تصبح لنا إحداثية هي لغريتم ألفا وآف ألفا لغريتم ألفا هذه هي لأن أي عبارة أي نقطة لها إكس وآف لإكس إذن ها هو إكس آف لإكس ما علينا الآن إلا أن نعوذ فهذا يسعد إلى هنا تصبح لنا أسية لغريتم ألفا مربع ثم عندنا تحدثنا وقلنا أن أسية لغريتم أ في عدة مرات أنها تسوينا أ مع أقيمة مجابة تماما إذن هكذا تصبح ثم عندنا ناقس إثنان آلفا في أسية قلنا لغريتم ألفا ثم زائد ثلاثة الآن نطبق هذه الخاصية على هذا الجزء وعلى هذا الجزء الآن لما نطبق عليه ماذا يصبح أكيد سوف تصبح لنا تساوي ماذا آلفا مربع لأن هذا يذهب كليا بهذه الخاصية وتصبح لنا ناقس إثنان آلفا في هذا يذهب وهذا ينزل إلى هنا تصبح لنا في ماذا في آلفا ثم زائد ثلاثة تصبح لنا تساوي أن آلفا مربع ناقس إثنان آلفا مربع زائد ثلاثة تصبح كم تساوي تساوي لنا ماذا ناقص ألف مربع زائد ثلاثة التي هي ثلاثة ناقص ألف مربع يعني لأن الجمع عملية تبديلية إذن إحداثيات ماذا تصبح إذن نقول ماذا تصبح لنا هي لغاريتم ألف وماذا وثلاثة ناقص ألف مربع أو اتركوها ناقص ألف مربع زائد ثلاثة كلاهما يعني هذه الكتابة وهذه متساوية حتى لا يقول أحدكم هذه نقول إحداثيات من النقطة من أوميغا ألفا هي هي هذه فقط أبندي بعدما أنهينا مع هذه السؤالة الآن إلى سؤال آخر مهم جدا لكن ننتبه قال با عين مجموعة النقط أوميغا ألفا لما ألفا يمسح أر نجمة زائد إذن نقول هنا تعيين مجموعة النقط من هي النقط التي هي أوميغا ألفا لما ألفا يمسح أر نجمة زائد أي معنى ألفا هذا ينتمي من الصفر مفتوح إلى غاية زائد ملانهيات الذي تحدثنا عليه يعني لما كانت القيمة الحدية أنه ألفا قلنا مجب تماما لأن الدالة أف ألفا قبيلت القيمة الحدية لما كان ألفا كيف هو موجب تماما يعني هذه الآن كيف ما المقصود بهذا؟ عندنا نحن لو تلاحظنا جيدا إلى أوميغا ألفا إحداثيها بدلالة الألفا يعني كلما تغير هذا ألفا كلما جاءت إحداثيات جديدة لهذا الآن هذه الإحداثيات هذه الأوميغا ألفا أكيد لما كلما تغير هذا ألفا كلما صنع مسار إما مستقيم أو منحنة أو قطعة مستقيمة المهم لاحظوا وانتبهوا معي أرجوكم حتى تفهموا الفكرة جيدا سوف نريكم هذا الرسم حتى تفهموا ما هو الهدف الذي سوف نريد الوصول إليه إذن لاحظوا ما هو الهدف الذي أريده الآن ها هي القيم الحدية ها هي قيمة حدية ها هي قيمة حدية وها هي قيمة حدية وها هي قيمة حدية وها هي قيمة حدية انظروا المسار الذي صنع إذا كانت هذه أوميغا ألفا تتحرك هكذا انظروا هي القيم الحدية إذن ماذا تصنعنا لنا منحنة إذن إذا تغيرت هذه ألفا فإن أوميغا ألفا هذه لها مسار على شكل منحنة فسوف نستخرج معادلته هكذا حتى تفهموا ما المقصود من كلمة هذه مجموعة النقاط لما ألف يمسح أر زائد نجمة لاحظوا وانتبهوا نحن نعلم أبنائي أن كل نقطة في الوجود لها ماذا لا حدثيات عندها هنا إكس وعندها هنا ماذا وعندها هنا إجراج لا جدال في ذلك إذن فتصبح لنا هذه إحداثية هي الإكس والإجراج مهما كان مع إكس ألفا وإجراج ألفا حتى نفهم الفكرة جيدا لكن إذن هذا يأتي إلى هنا وهذا يأتي إلى هنا فنقول ماذا فنقول أن إكس ماذا يساوي يساوي أن اللغة رتم ألفا وإجراج ماذا يساوي أكيد يساوي أن ماذا ثلاثة ناقص ماذا ألفا مربع نتخلص الآن من الألفا إذن نأتي الآن لنكمل مع هذا المسار ندخل أسية على كل طرف فصبحنا أسية إكس تساوي أن أسية لغارثم ألفا فهذا مع هذا يذهب كليا لأن بقاعدة أسية لغارثم أ يساوي أ فصبحنا أسية إكس ماذا تساوي تساوي أن ألفا بعدها أبناء نأتي بهذه القيمة ونعوضها في هذا الموضع فماذا ينتج ينتج لنا إيجراج يساوي أن ثلاثة ناقص ماذا ناقص أسية إكس لأن نعوض هنا بأسية إكس لكن لا ننسى أنها مربعة فهذا ماذا يعني يعني أنه إيجراج يساوي أن ثلاثة ناقص ماذا ناقص أسية إثنان إكس ها قد وجدنا ما هي مجموعة إذن نقول مجموعة إذن مجموعة النقط أوميغا ألفا إذا كام ألفا يمسح ماذا يمسح أر نجمة زائد يعني الأعداد مجابة تماما فإن ماذا فإن مجموعة النقط هي المنحنة ذا ذا المعادلة من هي المعادلة اللي هي إيجراج يساوي أنه ثلاثة ناقص أسية إثنان إكس إذن كلما تغير هذا ألفا يعني تغيرت هذه الألفا هنا فالمنحنة الناتج الذي ينتج هو إيجراج معادلته هي إيجراج يساوي أنه ثلاثة ناقص أسية إثنان إكس وهذه هي نفسها هذه التي أريتكم إياها هذه ها هو المنحنة هذه الدلة من هي المنحنة منحنة هو لإيجراج يساوي أنه ثلاثة ناقص أسية إثنان إكس لو تدرسون هذه هذه تدرسونها كدلة سوف تجدون رسمها البياني هو هذا الذي أريكم إيه باللون الأحمر أرجو قد فهمتم الفكرة إذا لاحظتم هذه هي مجموعة نقط هذا أوميغا ألفا إذا كان ألفا يأخذ القيم المجابة تماما فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال ثانيا نضع في كل ما يأتي ألفا تسعين واحد قال ولتكن أف واحد هي الدلة التي نريد دراستها وسي واحد منحنها البياني قال أدرس تغيرات الدلة أف واحد والمستقيمات المقاربة إذن نكتب هنا دراسة تغيرات من الدلة أف واحد إذن أف واحد معنى هنا يعوذ بواحد وهنا يعوذ بواحد فتصبح لنا أف واحد لمن لإكس تساوي أن كم؟ تساوي أن السية إثنان إكس ناقص إثنان إي السية إكس هكذا زائد ثلاثة هذه هي العبارة التي نكمل بها نص التمرين لاحظوا معي أرجوكم إذن أف لألفا سوف ننساها نبقى مع هذا لاحظوا وانتبهوا قال دراست تغيرات الدلة أف ألفا أكيد دي أف واحد هذه كم تساوينا؟ تساوينا أر لها من ناقص مال نهاية إلى غاية زائد مال نهاية ننطلق أولا بالنهايات إذن ننطلق بلمت من أف واحد لإكس لما إكس يؤول إلى ناقص مال نهاية تصبح لنا تساوي أن لمت أسية من؟ أسية إثنان إكس ناقص إثنان في أسية إكس زائد ثلاثة لما إكس يؤول إلى ناقص مال نهاية نحن نعلم عندنا بعض النهاية الشهرة التي هي المت قصية إكس لما إكس يؤول إلى ناقص مال نهاية كم يساوي؟ يساوينا الصفر إذن فهذا يذهب إلى صفر وهذا إلى صفر فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا النهاية هي الثلاثة الثلاثة الآن بما أن من المال نهاية وجدنا عدد ثابت أو معلوم نقول إيجراج يساوينا ثلاثة مستقيم مقارب كيف هو أفوقي لهذا قال والمستقيمات المقاربة نأتي الآن نهاية عند الزائد مال نهاية إذن لميت أف واحد لإكس لما إكس يؤول إلى زائد مال نهاية تساوي تساوينا لميت أسية إثنان إكس ناقص إثنان في أسية إكس ماذا؟ زائد ثلاثة لما الإكس يؤول إلى زائد مال نهاية عندنا نهاية معروفة أنها لميت ماذا؟ أسية إكس لما الإكس يؤول إلى زائد مال نهاية هذه معروفة أنها تسعين زائد ملنية إذن هذه تعطيكم زائد ملنية وهذه ناقص ملنية حالة عدم التعيين كيف نزيلها؟ نزيلها بنهاية الشهيرة اللي هي لمت أسية على إكس قوة آن معنى وآن عدد حقيقي ينطلق عدد طبيعي ينطلق من واحد لما إكس يقول إلى زائد ملنية هذه معروف أنها زائد ملنية هذا هو المعروف إذن ما علينا إلا أن نستخرج هنا أكبر دالة في الأس اللي هي لمت أسية إثنان إكس ماذا يبقى لنا بالداخل؟ أكيد سوف يبقى لنا واحد ناقص إثنان على أسية إكس زائد ثلاثة على أسية إثنان إكس لما الإكس يقول إلى زائد ملنية إذ لم تصدقوا قموا بعمل نشر سوف تعودون إلى نفس العبارة لكن ثلاثة على الملنية سفرة وهذه إثنان على الملنية سفرة فتصبح لنا هذه زائد ملنية في واحد لأن هذا كل ينذهب إلى الصفر لا داعي لذكرهم سبحانا ماذا؟ سبحانا زائد ملنية ها قد وجدنا نهايتين هذه الدالة بعدما وجدنا نهايتين هذه الدالة سوف نأتي الآن إلى حساب مشتقتها ودراسة إشارتها إذن نأتي الآن إلى حساب من؟ حساب أف واحد فتحة لإكس لاحظوا نقول الدالة أف تقبل قابلة قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على مجال المفتوح لمن ناقص ملنية إلى الزائد ملنية ودالتها المشتقة هي ما هي؟ هي أف واحد فتحة لإكس تساوي إثناني في أسية إثناني إكس ناقص ماذا؟ ناقص إثناني في أسية إكس معناها نستخرج هنا أسية إثناني إثناني في أسية إكس كعام مشترك تبقى لنا هنا أسية إكس ناقص واحد بعدها أبنائي نأتي الآن إلى الإشارة عندنا أسية إثناني أسية إكس تحدثنا عليها في أف آلفا قلنا إنها مجابة وعندنا أسية إكس نجعلها تساوينا الصفر إذن فننقل هذا إلى هنا إذن نفرض هنا دائما نفرض هذه هل يوجد تنقض أم لا؟ إذن تصبح لنا أسية إكس يساوينا واحد ندخل لغاريتم على كل طرف تصبح لنا ماذا؟ لغاريتم أسية إكس تساوينا لغاريتم واحد فهذا ينزل إلى هنا تصبح لنا إكس في لغاريتم الأسية اللي هو واحد يساوينا كم لغاريتم الصفر لغاريتم الواحد اللي هو الصفر إذن أين تنعدم هذه المشتقة؟ تنعدم عند عدد اسمه الصفر حتى نفهم الفكرة جيدا إذن بعدها ننجز جدول إشارة بالرغم بالرغم أن هذا الأمر قمنا بإنجازه في أف ماذا؟ في أف آلفا لما درسناه إذن لاحظوا معي أرجوكم إذن هكذا وهكذا وماذا؟ وهنا هكذا عندنا إكس من ناقص ما لا نهاية عندنا إلى الزائد ما لا نهاية وعندنا آف واحد فتحة لإكس أين إن عدمت؟ إن عدمت انظروا عند الصفر هنا هكذا لاحظوا وانتبهوا أرجوكم إذن حتى تتعلموا إذن انظروا دائما قلت إلى هذه القيمة مثل ما فعلنا في الجزء الأول هذا في هذا إذن هنا زائد وهنا زائد ماذا يعطينا؟ زائد إذن هنا نفس وهنا عكس إذن هنا نفس وهنا عكس نقول الدالة آف واحد كيف هي؟ متناقصة تماما على المجال من ناقص مال نهاية إلى الصفرة يقول أحدكم الكثير يقول يا أستاذ ما تنقل مجال مغلوق أو مفتوح المجال مفتوح عند القيم الممنوع على جدال إذن المال نهاية مستحيل أما هنا يمكن أن المجال مغلق ولا عادي لا يحدث أي شيء عندنا كذلك ونقول الدالة آف واحد كيف هي؟ متزايدة تماما على المجال ما هو؟ على المجال من الصفر إلى الزائد مال نهاية فقط بعدها ماذا ننجز؟ ننجز جدول التغيرات لماذا؟ لأن أكيد يعطي لنا جزء آخر اسمه أرسم إذن وكي نرسم يجب علينا أن يكون لدينا ماذا يكون لدينا جدول التغيرات إذن نكتب هنا جدول تغيرات من الدالة آف واحد إذن هنا ما علينا إلا إنجاز جدول هكذا ودقيقوا أرجوكم حتى تتعلموا أبناء إلى إنجاز هذه أنواع هذا التمرين من هذا النوع يعني الدوال الوسيطية أركزوا إذن دائما ودائما ما أنصحكم به هو استعمال الأدوات المدرسية الرقم إذن هنا هكذا وعندنا هنا جزء المشتق إذن لدينا هنا إكس من ناقص مالا نهاية إلى الزائد مالا نهاية وهنا عندنا آف واحد فتحة لإكس قلنا إن عدمت عند السفر إذن هنا زائد وهنا ناقص وعندنا هنا آف واحد لإكس آف واحد لإكس هكذا وعندنا هنا هكذا الآن ننطلق عندنا أولا حسبنا النهاية عندنا ناقص مالا نهاية وجدناها ثلاثة وعند الزائد مالا نهاية وجدناها زائد مالا نهاية Medical أحدكم أين هذا الكلام هاهو ها هو تلك الكلام ها هي ثلاثة وهاهو الزائد مالا نهاية بقيت لنا أن نحسب ماذا آف لسفر إذن نعوذ وهذه واحد ناقص اثنان زائد ماذا زائد ثلاثة هذا وهذا كم يعطي لنا لاحظوا معي إذا نصبح لنا كم أربعة ناقص اثنان لاحظوا جيدا وانتبهوا إذن كم نتحصل نتحصل على أربعة ناقص اثنان وهي اثنان إذن فنضع هنا القيمة اثنان وهي القيمة الحدية في هذه الحالة كذلك الآن ها قد أنهينا مع هذا السؤال فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الآخر إذن السؤال الآخر ماذا قال؟ قال ثاني عين معادلة الممست للمنحنة سي واحد عند النقطة ذات الفاصلة لغة اثنان إذن نكتب هنا معادلة الممست عند ماذا؟ عند إكس صفر كم يساوي يساوي لغة اثنان نحن نعلم معادلة الممست في القانون العام أنها إيجراك يساوي لغة اثنان في إكس ناقص لغة اثنان زائد أف واحد لمن لغة اثنان مرة نعوذ في المشتقة ومرة في الدل إذن فتصبح لنا اف واحد فتحة للغة اثنان تساوي كم؟ اثنان نعوذ هنا باللغة اثنان فماذا ينتج؟ ينتج لنا في أسية اثنان في لغة اثنان ناقص ماذا؟ ناقص اثنان في أسية لغة اثنان فهذا يصعد إلى هنا صبح لنا اثنان في أسية لغة اثنان لماذا؟ لأنه لا يمكن أن ننزع هذا مع هذا ويوجد هذا الاثنان إلا إذا صعد هنا ثم ناقص ماذا؟ ناقص اثنان في أسية لغة اثنان نطبق عليهم قصية لغة اثنان تساوي الاثا إذا هذا ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا هذا يذهب كلياً نصبح لنا اثنان في أربعة ناقص اثنان في اثنان وتساوي تساوي لنا ثمانية ناقص 4 ويساوي لنا كم؟ اربعة إذا صبح لنا إجر يساوي لنا اربعة في إكس ناقص لغة اثنان تبقى لنا الآن نعوذ في الدالة لما نعوذ كذلك في الدالة تصبح لنا هكذا F1 لغارتما 2 تساوينا أسية 2 ماذا لغارتما 2 هكذا ناقص 2 في أسية لغارتما 2 زائد 3 تساوي هذا يسعد إلى هنا تصبح لنا أسية لغارتما 4 ناقص 2 تصبح لنا أربعة ناقص هذا ينزل كذلك ناقص 4 زائد 3 يذهب هذا مع هذا تصبح لنا كم تصبح لنا الثلاثة إذن هنا زائد ثلاثة ثم الآن نكمل عملية النشرة لأنها سوف نحتاج لاحظوا ونتبهوا فتصبح لنا Y يساوي ماذا يساوي أن أنشر هذا في هذا تصبح لنا أربعة X ثم هذا في هذا ناقص ماذا ناقص أربعة لغارتما إثنان زائد ثلاثة يمكن أن نرتب دقيقوا لماذا لأنه حتى لا نجد تناقض مع الأسئلة القادمة إذن نصبح لنا Y يساوي أن 4 X زائد ثلاثة ناقص أربعة إذن ناقص أربعة في لغارتما ماذا إثنان لم أفعل شيء لأن الجمع عملية تبديلية حتى نفهم جيدا هذه هي معادلة من معادلة المماس T عند الفاصلة X0 كم تساوي قلنا تساوي لغارتما إثنان حتى نفهم الفكرة جيدا فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال آخر قال أرسم T و C 1 أولا نرسم المماس T لكن يا أبناء أولا علينا ها هما محوري الإحداثيات انظروا ها هو المحور وها هو المحور الآخر إذن عندنا X و Y لاحظوا وانتبهوا أرجوكم حتى تتعلموا عندنا نقوم قلنا برسم المماس نستعين بالجدول المساعد إذن X و Y يعين مستقيم على الأقل بنقطتين لو نعطي له هنا صفر إذن نعطي هنا صفر تصبحنا هي هذه القيمة التي هي ثلاثة ناقص أربعة في لغة رتم 2 التي بالتقريب تعطينا 0.22 عندنا النقطة الثانية إذا أعطينا لمن أعطينا للX لغة كم 2 إذن هنا تصبح لنا لغة رتم 2 فيذهب هذا مع هذا تصبح لنا كم 3 إذن النقطة الأولى هي صفر مع ماذا 0.22 مع ناقص تقريب في هذا المكان النقطة الثانية هي لغة رتم 2 لغة 2 هي 0.69 يعني بالتقريب في هذا بالتقريب في هذا المكان مع ماذا مع الترتيبة كم ترتيبة ثلاثة إذن هنا يكون حتى نفهم جيدا إذن ثم نقوم بالربط ما بين النقطتين ذلك هو المماس الذي اسمه T لكن هذا المماس لا ننسى أنه يمس في النقطة من هي قلنا لغة 8 لغة 8 2 وصورتها كم هي الثلاثة إذن يمس في هذا المكان ونسم هنا نقول T لكن لاحظوا جيدا سوف نحتاج إلى معادلته لأن سوف نحتاجها في من نحتاجها فيما يخص المناقشة البيانية ركزوا معي سوف أقوم بجلبها ونضع هناك حتى أنتم بأم أعينكم سوف تلاحظون شيء في المناقشة البيانية إذا جئنا بها ووضعناها في هذا المكان لاحظوا معي سوف تتذكرونها فيما بعد هذه هي معادلة هذا المستقيم أو المماس T ثم الآن نأتي إلى الرسم الآخر عندنا مستقيم مقارد يساوي الثلاثة بجوار ناقسم لنهاية إذن ها هو يساوي لنا كم يساوي لنا ثلاثة ها هو هنا إذن نكتب هنا ي كم يساوي يساوي لنا ثلاثة وعندنا الآن قيمة حدية ها هي الصفر مع الاثنان إذن صفر مع اثنان هي هنا تشبه الحفرة قيمة حدية محلية صغر الآن ثم يأتي الآن الرسم الرسم أصبح جد بسيط إذن لاحظوا من هنا جاء بالقرب من هذا المستقيم ثم ينزل إلى هذه قيمة حدية ثم يساعد هكذا إذن نفس الشيء نقوم برسمه هنا لاحظوا معي نتخذ دائما الوضعية التي تناسب أيدينا حتى يأتينا الرسم جد بسيط إذن ها كذا لاحظوا ها كذا أبنائي ثم ننزل إلى هذه القيمة في الأصل ثم هكذا في الأصل كيف يرسم في الأصل أنه من هنا وننزل إلى هنا ثم نسعد مرة أخرى هكذا إذن لكن هنا إحذاروا أن يعبر لا يمس فقط إذن من هنا ويسعد هذا ونسميه ماذا نسميه سي ماذا سي واحد نسبة إلى آلفة أخذ كم أخذ واحد وها هي القيمة الحدية حتى نفهم الفكرة جيدة إلا أن يعني تلك معادلة المماس لا تظهر جيدا إذن نأخذها في هذا الجهة من هنا أفضل لاحظوا وانتبهوا معي أرجوكم إذن هكذا نعم إذن ومن هنا هكذا ثم عندنا المماس قلنا الذي سميناه المماس تي ها قد الآن رسم بطريقة بسيطة جدا فقط بعدما قمنا بعملة رسمنا الآن إلى سؤال آخر رابعا سؤال مهم قال دي آم عائلات المستقيمات معرفة بي إيج رجو سيون آم إكس زائد ثلاثة ناقس آم في لغة إثنان قال حيث آم وسيط حقيقي السؤال بين أن المستقيمات دي آم تشمل نقطة ثابتة يطلب تحديدها هذا السؤال جاء في باكالوريا 2016 للشعب حتى العلمي اللي هي مناقشة دورانية إحذروا يا أبنائي لا هنصيب للشعب العلمية إذن نأتي الآن نقول البرهان أن ماذا أن المستقيمات دي آم تشمل نقطة كيف هي نقطة ثابتة مهما كان آم ينتمي إلى آر مهما كان هذا آم ينتمي إلى آر فإن يوجد نقطة ثابتة ما المقصود بذلك معناه يعني هذا مستقيم وهذا مستقيم وهذا مستقيم وهذا مستقيم كلما تغير هذا الآن جاء مستقيم لكن في هذه يوجد هنا نقطة ثابتة كلهم مهما تغير هذا آم تتقاطع فيها حتى نفهم جيدا كيف ذلك إذن نقول هكذا لتكن لتكن من آ ذات الإحداثية إكس صفرة وي سفر نقطة كيف هي نقطة ثابتة من ماذا من المستقيم من هو المستقيم دي آم مهما كان ماذا مهما كان آم ينتمي إلى آر لاحظوا معناه ما المقصود بذلك أبنائي معناه سوف نجد نقطة من هذه المعادلة مستقلة مستقلة عن آم قلت مستقلة عن آم لاحظوا جيدا إذن نقول آم تنتمي إلى دي آم أي ماذا يعني يعني أني نأتي بمعادلة هذا المستقيم هذه ونعوذ بإحداثيها معناه هنا إكس إجراج سيفر وهنا إكس سيفر نقطة تنتمي إلى مستقيم تعين أو تحقق معادلته الآن ما رأيكم أن أنقل إلى هذا إلى هنا فماذا ينتج ينتج لنا صفر يسوي آم في إكس سيفر زائد ثلاثة ناقص آم في لغة إثنان ناقص إجراج لم أفعل شيء نقلت هذا إلى الطرف الآخر معادلة سيفرية إذن الصفر من هنا أو من هنا لا يهم لأنها معادلة ليس متراجحة إذن هكذا كان الصفر في هذه الجهة أجعله في هذه يعني صفر يساوي أو الآخر يساوي لا يهم إذن هكذا قد وصلنا لاحظوا وقلت علي أن أجد نقطة مستقلة عن آم كيف ذلك معناه كأنما سوف نحل معادلة الآن مجهولها آم الآن ما رأيكم أن نستخرج هنا الآم عن مشترك من هذا المكان ومن هذا المكان فتصبح لنا آم في ماذا في إكس صفر هكذا ناقص لغة الرتم إثنان يعني هذا الجزء وهذا الجزء استخرجت لهم آم بقي لنا ماذا بقي لنا زائد ثلاثة ناقص إيقراج هنا صفر نعتذر صفر يساوي الصفر بما أن هنا عندنا قلنا نحل معادلة ذات المجهول الآن آم لأن إكس صفر وإيقراج صفر أصبح كيف هم أعداد ثابت لأن قلنا آم نقطة ثابتة معنى إحداثيها نقطة ثابتة من هو الذي يتغير هو الآن ينعدم ينعدم اسمعوا جيدا هذا درستموا في السنة ماذا في السنة الثانية ينعدم كثير حدود إذا إن عدمت من معاملاته أين هو كثير حدود ها هو المتغير الآن المتغير هو آم إذا عدم هذا الجزء معاملات وهذا الجزء وبينهما كلمة و اسمعوا كلمة وهي أهم نقطة إذن ينعدم إذا كان إذن معناه إكس صفر ناقص اللغارثم إثنان يساوي صفر و ماذا وثلاثة ناقص إيقراج صفر يساوي صفر كلمة و بينهم لأن حتى ينعدم يجب أن تنعدم جميع الحدود إذن فننقل هذا إلى هنا فماذا ينتج ينتج لنا إكس صفر يساوي لغارثم إثنان وننقل هذا إلى هنا تصبح لنا كم تصبح لنا ثلاثة أو اللي هي ثلاثة تساوي إيقراج صفر أي أن إيقراج صفر كم يساوي يساوي ثلاثة نقول هل وجدنا الآن تلك النقطة نقول ومنه جميع المستقيمات ماذا تشمل النقطة من آ إحداثيها ما هي إحداثيها اللي هي اللغة الهتم إثنان وماذا والثلاثة مهما كان ماذا آم ينتمي إلى آر إذن هذه هي النقطة ولو تتذكرون إلى هذه النقطة أليس هي هذه أبناء النقطة آ نعم هذه هي النقطة آ التي حسبنا عندها معادلة المماس التي يشملها من يشملها المماس ت أي نقطة من تماس ت وماذا وص واحد حتى نفهم الفكرة إذن لحظتم إذن قلت هذا وهذا 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 كلهم تتلقى في نقطة واحدة اسمها آ ذات الإحداثيات لغة الثلاثة فقط نأتي بعدها أبناء إلى السؤال الآخر قال ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي آم عدد نقطة تقاطع C1 وهذا المنحني والمستقيم D آم ها هو المستقيم D آم لاحظوا حيث معادلته إجلوجيسوين آم إكس زائد ثلاثة ناقص آم في لغة إثنان إذن نكتب هنا المناقشة البيانية إذن المناقشة البيانية لمن لعدد لعدد نقط من تقاطع C1 مع DM أولا ما طبيعة هذه المناقشة البيانية طبيعة المناقشة البيانية هي مناقشة دورانية لماذا؟ لأن إذا كل مستقيم تكتبوا هكذا معادلته إجلوج يسوينا AX زائد B إذا كان هذا هو الذي يتغير له معامل التوجيه فاعلموا أنها دورانية ها هو انظروا العدد المضروف الـ X هو الذي يتغير إذن فهي مناقشة أعيد دورانية كيف دورانية معناه؟ عندنا هذا مستقيم يدور كما تلاحظون يبدأ يدور هكذا أبنائي إذن فهنا ماذا نناقش؟ نناقش ما نسميه معامل التوجيه إذن فنأتي بمستقيمنا هذا ونضعه هنا إذن قلت هي مناقشة دورانية أرجوكم حتى تفهموا جيدا إذا كان العدد المضروف في الـ X هو M فاعلموا أنها دورانية ننطلق الآن المناقشة الدورية يعني دائرة هكذا نوجئنا إلى دائرة في الدائرة يا أبنائي لاحظوا إذا جاء هكذا الآن هنا معامل التوجيه كم يكون؟ انظر هل يوجد ميل؟ لا يوجد أصلا كم الميل هنا؟ صفر إذن نقول ننطلق رويدا رويدا نقول إذا واحد M يساوي كم؟ لما كان هكذا هذا المستقيم يكون ينطبق على إيغلاق يساوي الثلاثة هذا انظر كم يكون أم؟ معامل التوجيه كم؟ يكون صفر إذن أم يساوي الصفر يوجد كم من تقاطع؟ انظروا بأم عينكم يوجد واحد ها هو فقط إذن كم يوجد؟ يوجد تقاطع واحد يوجد نقطة نقطة واحدة لتقاطع من؟ لتقاطع سي واحد مع ماذا؟ دي أم فقط ها هي النقطة لاحظتم؟ الآن بعدها كذلك يبدأ هذا مستقيم بعملية الدوران ها هو بدأ بالدوران انظروا ها هو بدأ الآن بالدوران لكن يدور دائما في النقطة من؟ قلنا النقطة دائما هي النقطة التي تحدثنا عليها التي تحدثنا عليها ها هي النقطة الآن ها هو بدأ بالدوران انظروا ها هو بدأ يدور كم يوجد الآن من تقاطع؟ ها هي نقطة حتى يقول لاحظوا واحد والنقطة ثابتة اثنان لاحظتم؟ إلى غاية ماذا يبقى هذا الأمر موجود؟ انظروا واحدة اثنان 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 دائما موجودة إلى غاية ماذا؟ انظروا اثنان 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 ها هو ما زلنا مع الاثنان إلى غاية لو نلاحظ جيدا إلى غاية يصبح منطبق على هذا الأزرق يصبح منطبق عليه إذن نقول ثانيا آم ينتمي من المجال مفتوح من الصفر إلى غاية هنا انظروا الآن كم يكون ها هو أمكم اسمعوا ها هو أم بالمطابقة كم؟ أم أربعة لماذا أبنائي؟ لأن قلنا معادلة الممس تذكروا ماذا تحدثت ها هو معادلة الممس انظروا كم هذا؟ أربعة إذن أم من الصفر لما كان هنا كان صفر تحرك إلى غاية هذا المكان كم كان أم بالمطابقة؟ كان أربعة لكن نتركه مفتوح يا أبنائي إذن لماذا؟ لأنها سوف تتغير نقول يوجد نقطتان لتقاطع من؟ لتقاطع سي واحد مع ماذا؟ دي أم إحداهما النقطة من؟ النقطة المعروفة أنها أ إحداهما والأخرى لا تهمون الآن بعدها أبنائي هذا المستقيم سوف يكمل دورانه لاحظوا ها هو يكمل دورانه كم يوجد الآن من النقطة؟ يقول أحدكم لا يوجد لا يوجد يا أبنائي ركزوا ها هي النقطة أ وها هي نقطة أخرى كما أشير هنا بالنقطة الحمراء يوجد نقطة في هذه كلما هذا سأدار هكذا دار بهذا الاتجاه كلما أصبح لأن هذا لا ننسى أنه ما زال يصعد هكذا ويصعد إذن كم يوجد لنا؟ إذن نقول إذا كان هل الآن ولكن لا تنسوا أن نسينا لما يكون أم يساوي أربعة أم يساوي كم أربعة إذن ثالثا أم يساوي أربعة لأن لاحظوا جيدا المجال هنا تركناه مفتوح أم يساوي أربعة كم يوجد لنا من النقطة؟ يوجد نقطة وحيدة اللي هي نقطة تمس فقط هنا لآذا قال أوجد نقطة تمس إذن نقول يوجد نقطة كم وحيدة لتقاطعهما الآن بعدها رابعا وأخرا نقول أم ينتمي من الأربعة مفتوح لأن هنا تمس فقط يوجد نقطة وحيدة لأن تمس لأن دي أم يصبح يمس سي واحد في هذا المكان أعيد هنا يكون يمسه فقط الآن من الأربعة إلى غاية هذه لما يكون في هذه الوضعية كم يكون الميل؟ ميل التسعون هو زائد مال نهاية قلت ميل تسعون درجة هو زائد مال نهاية نقول ماذا؟ نقول يوجد نقطة نقطتان لتقاطعهما إحداهما أ ونقطة كيف ونقطة أخرى الآن دائما توجد يا أبنائي لأن المستقيم فيها يدور لأن هذا برهن أن برهن أن جميع المستقيمات تشمل نقطة واحدة ثابتة إنها نقطة أ إذا لاحظتم إذن أولا كان هكذا كان يوجد تقاطع واحد ثم من هذا المكان من هنا إلى هنا لهي من الصفر إلى الأربعة يوجدنا تقاطعان ثم عندنا هنا يوجد تماس واحد ثم من هذا المكان من هنا إلى غاية لما تكون تسعون درجة يوجد لنا نقطتان النقطة دائما الثابتة والنقطة الأخرى لهي تكون في هذه الأماكن فقط أبنائي ها قد تحدثنا على المناقشة الدورانية بعدما أنهينا مع هذه الجزنة الآن إلى الجزء الخامس قال نعتبر دلاجي المعرفة على R B جي لإكس سيكون ناقص أسية 2 إكس زائد 2 في أسية إكس زائد 3 قال وصي فتح منحنها البياني واحد قال أكتب جي لإكس بدلالة F1 لإكس إذن نكتب هنا كتابة من جي لإكس بدلالة ماذا F1 لإكس F1 لإكس ها هي أبنائكم لاحظوا عندنا نحن جي لإكس عبارتها دقيق أرجوكم تساوي كم ناقص أسية 2 إكس زائد 2 أسية إكس زائد 3 لو نلاحظ جيدا بين هذا وهذا الجزء يوجد بينهم ناقص أما هنا الثلاثة فلا يوجد بينهم شيء حتى نفهم الفكرة جيدا إذن ركزوا أرجوكم لو نأتي الآن هذه ماذا تساوي تساوي لنا دقيقوا قلت أرجوكم حتى نصل إلى كتابتها بدلالة هذه العبارة ما رأيكم أبنائي لو نلاحظ جيدا هذه لو نضيف ماذا نضيف ناقص ثلاثة ونضيف زائد ثلاثة لم أفعل شيء ركزوا تصبح لنا تساوي ناقص أسية 2x زائد 2 في أسية x ناقص ماذا ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة نحتاج هذه فقط وهذه نجمع مع هذه معنا تصبح لنا زائد 6 لم أفعل شيء تصبح تساوي نستخرج ناقص لهذا الجزء تصبح لنا هكذا أسية 2x ناقص 2 في أسية x زائد ثلاثة ثم زائد 6 هذه لدخلنا فيها انظروا الآن إلى هذه العبارة أليس هي هذه نعم إنها هي تصبح تساوي إذن g لx يتصبح تساوي ناقص f لx زائد ماذا زائد 6 ها قد كتبت لاحظتم يعني ماذا فعلت لم أفعل شيء أضفت ناقص ثلاثة وزائد ثلاثة لماذا حتى أجعلها مكتوبة من هذا الصين فماذا احتجت احتجت إلى هذا الفرع هذا هذا الفرع هو لما ننزع له الناقص تصبح لنا هو ناقص هذه الكتابة ونجمع هذه الزيادة التي بقيت لنا لنحتاجها فأصبحت لنا الكتابة ماذا الكتابة أصبحت جيلي إذن كتابة وهي جيلي x تساوي ناقص هنا f واحد لا نعتذر تساوي ناقص f واحد لx زائد 6 لاحظوا وانتبهوا الآن ها قد كتبناها بعدما أنهينا مع هذه السؤال نأتي الآن إلى سؤال مهم آخر قال ثم بيّن أن c فتحة ومنحنة c1 متناظرة بالنسبة لمستقيم d يطلب تهديده إذن نكتب هنا البرهان أن c فتحة متناظر مع ماذا مع c1 بالنسبة إلى ماذا إلى مستقيم يعني تناظر محواري لاحظتم إذن نقول ماذا نقول لدينا ماذا نملك نملك أن g لx يساوي نناقص ماذا f واحد لx زائد ماذا زائد 6 ما رأيكم هذا زائد 6 تصبح كذا g لx تساوي نناقص f واحد لx ثم زائد 3 زائد 3 أنقل هذا الثلاث إلى هنا تصبح g لx ناقص 3 تساوي ناقص f ل1 لx زائد 3 هذا ماذا يعني أن g لx ناقص 3 تساوي الآن بما أن هذا الجمع عملية تبديلية فتصبح لنا 3 ناقص f 1 لx لم أفعل شيء هذا نفس الشيء يعني نكتبها 3 ناقص أو ناقص f كذا يعني هذه الكتابة هذه ناقص f 1 لx زائد ثلاثة هو نفسه ثلاثة ناقص f 1 لx الآن هذا ماذا يعني ما هو معدلة المستقيم أو ما هو التناظر الذي يحقق لنا g لx ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة ناقص f 1 لx هذا ما هو لو نلاحظ جيدا إذا قلنا مثلا هنا y y j ناقص ثلاثة يساوي لنا ثلاثة ناقص f 1 حتى نفهم الفكرة جيدا وعندنا هل يعني y يوجد واحد مكتوب بدلت أخر أما x فيبقى هو x يعني x j هو نفسه x f 1 لم يحدث تغيير معناه هنا ماذا ينتج إذا نقول هكذا g أو y فتح ناقص ثلاثة يساوي لنا ماذا يساوي لنا ثلاثة ناقص y إذا كان هذا هو سميناه y وعندنا x فتح يبقى دائما هو x ما هو طبيعة هذا التحويل الذي تكتب عبارته هذا هذا ما هو إلا ومنه هذا هو وتناظر بالنسبة إلى ماذا إلى المستقيم ذو المعادلة يا أبني هي y يساوي ثلاثة تناظر محواري لأن x لم تتغير السوابع تبقى هي الصور تغير التناظرات بالنسبة إلى هذا العدد الذي تكرر من هنا ومن هنا تكرر بالنسبة إلى الثلاثة إذن فهذا نقول حتى تفهموا الفكرة جيدة نسميه تناظر محواري نقول ومنه c واحد أو c فتح نسبق c فتح متناظر مع c واحد بالنسبة إلى مستقيم ذو المعادلة y يساوي ثلاثة فقط أبناء إذن هذا تناظر محواري للمستقيم الذي معادلته y يساوي الثلاثة ثم الآن بعدها نأتي إلى الرسم فقط نقول ومنه ماذا c فتح يرسم متناظر مع c واحد بالنسبة إلى ماذا إلى المستقيم المقارب ذو ذو المعادلة y يساوي الثلاثة الذي كان بحوزتنا فقط أبنائه وبعدها نأتي الآن إلى الرسم ثم أرسم c و c فتح في المعلم السابق إذن نكتب هنا رسم c فتح حيث قلنا ماذا يكون أي c فتح متناظر بالنسبة إلى ماذا لاحظ متناظر أو نقول c فتح متناظر مع c واحد بالنسبة قلنا إلى المستقيم المقارب الأفقي ذو المعادلة قلنا y يساوي الثلاثة وهو هذا فقط نأتي الآن لعملية الرسم إذن نناظر إذن هنا عندنا القيمة الحدية هذه ثم يأتي هكذا ومن هنا يأتي هكذا ها هو الذي نسميه c فتح متناظران بالنسبة إلى هذا المستقيم y يساوي الثلاثة اللي هو نسميه تناظر المحور فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لأننا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته